نظرا إلى أن الاتهامات الروسية موجهة إلى الولايات المتحدة وإلى الأمم المتحدة بأن الجمعيات الدولية والأمم المتحدة هم من يضغطون على الدول لمنع إعادة اللاجئين إلى الأراضي السورية نظرا إلى استخدام الولايات المتحدة هؤلاء الدول في وقت لاجئين كآدات وكسلاح في حلول أو في اندلاع أزمات اقتصادية ومعيشية في بعض أن روسيا قامت باستخدام الطائرات من أجل استهداف مراكز وأماكن تجمع المسلحين في عدة مناطق سورية وحتى اليوم وبالرغم من أن القوات الروسية تشارك في عملية عسكرية في الأراضي الأوكرانية إلا أن وزارة الدفاع الروسية بين الحين والفترة تعلن عن قتل عدد من الإرهابيين في الأراضي السورية بالإضافة أيضا إلى أن روسيا وبالرغم من استخدام الخيار العسكري في الأراضي السورية إلا أنها أيضا لا تزال تشجع على استخدام لغة الحوار والخيار السياسي والمؤتمرات التي تعقد على أراضي مدينة أستانا في كازاخستان دائما روسيا تحاول بجمع أشخاص ممثلين عن المعارضة السورية وأيضا عن النظام السوري في مدينة أستانا من أجل حل الأزمة السورية بالمفاوضات وبالحوار كما أيضا روسيا تناقش وتعمل من عدة دول عربية بالمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية والمؤتمرات الأخيرة التي دعت إليها الخارجية الروسية في الأراضي اللبنانية حول إعادة اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية كما أيضا اليوم تم مناقشة هذا الموضوع بين وزيري الخارجية الروسي والأردني ترجمة نانسي قنقر